عنوان آخر من العرب يقول سحب روسيا لقواتها من سوريا ينقل صراع النفوذ إلى مرحلة جديدة وفي التفاصيل تقول الصحيفة أدى نقص التنسيق بين الوحدات الأسكرية الروسية في أوكرانيا والمقاومة غير المتوقعة للأوكرانيين فضلا عن الدعم الأسكري الأمريكي والأوروبي المقدم لكييف أدى إلى قيام موسكو بوضع حملات استراتيجية جديدة بخصوص سياستها ويرى محللون أن تأكد المعلومات بخصوص سحب روسيا لوحداتها الأسكرية ومقاتلي شركة فاغنر الأمنية من بعض مناطق سوريا مثل إدلب وحمى واللاذقية ومنبج وتنرفعة وعين العرب في حلب يعد محاولة من الكريملين لاستجماع قوه وهذه التحركات الاستراتيجية التي تضع النظام السوري في موقف صعب من شأنها كما تقول الصحيفة نقل حرب القوى والنفوذ الدائرة في سوريا إلى مراحل جديدة وبالإضافة إلى الدول التي تتحرك في المنطقة بالقوات الوكيلة مثل روسيا والولايات المتحدة وإيران يمكن القول إن إسرائيل أيضا قد أصبحت جزءا من الأزمة في سوريا بسبب المئات من الهجمات الجوية والبرية التي شنتها على البلاد ترجمة نانسي قنقر